حل أزمة الزمالك خلال أربع أيام بعد تدخل رئيس الوزراء المنصر المتضم منصور رئيس نادي الزمالك كشف عن اجتماع عقد اليوم ما بين رئيس الوزراء ووزير الشباب والرياضة ووزير العدل ومحافظ البنك المركزي عشان يتم حل أزمة نادي الزمالك خلال الفترة اللي جاية وعلى حد زعم المنصر المتضم منصور خلال أربع أيام النهاردة كان فيه اجتماع لمهندس خالد عبدالعزيز وزير الشباب والرياضة مع لجنة الشياب ورياضة في مجلس الشعر في البرلمان المصري برأسة طبعا المهندس محمد فرج عامل رئيس اللجنة ووضح المهندس خالد عبدالعزيز أن دي أمور قانونية هو كان لازم يلتزم بيها ولازم يشكل لجنة تسير الأمور المالية في نادي الزمالك أو داخل نادي الزمالك ومش هيتم انتخاذ أي قرارات لحين انتهاء التحقيقات وانتهاء عمل رجال النيابة العامة وصدور قرارهم بشأن الاتهامات الموجهة لمجلس إدارة نادي الزمالك